السلام عليكم بهدف نظيف أحرازه أحمد نبيل كوكا في ديئة الخمسة مباراة الهدف اللي بوز السيناريوهات على فرقة سيمبا التنزاني وفاجئهم نتمنى إن شاء الله إن السيناريو ده يحصل هنا بإذن الله رب العالمي حنتكلم في الفنيات بعد كده أكتر لكن خليني في البداية بتقدم بخالص العزاء لأسرة نادي الزمالك في وفاة المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم كابتن محمد متحت ربنا يرحمه ويلهم إسرته الصبر والسلوان طبعا نرجع بقى للماتش زي ما حضراتكم عارفين وعارفين النظام كويس قوي في البطولة طبعا ده زناب وإياب وأدوار إقصائية نهارده النادي الأهلي أي فوز يسعد بيه للمربع ازدهبي إن شاء الله أي نتيجة لو تعادلنا سفر سفر لو تعادلنا واحد واحد لو تعادلنا عشرين عشرين برضو النادي الأهلي يسعد إن شاء الله للدور قبل النهاية إن شاء الله أمل كبير جدا 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 إن النادي الأهلي يحقق أقفوز كبير ومش عايز أنا ما بحبش دايما لما حد ييجي يقولي إحنا ننسى إن النتيجة اللي هناك واحد سفر النادي الأهلي النتيجة كأنها سفر سفر كأن الماتش اللي هناك ما تلعبش ما ينفعش ما فيش في الكرة كده أنا كلاعيب ما كنتش مقتنع بالكلام ده لما ييجي مدير فني يقولي الكلام ده لأن أنا معايا مكسب هناك وظروف المباراة هنا أنا مش عارفة ممكن ما يحقق لي فينش التوفيق فأنا عايز أحافظ على المكسب اللي أنا حققته هناك فالظروف بتتغير السيناريوهات بتتغير إنما أنا معايا مكسب النادي الأهلي محقق أقفوز كبير هناك محقق أقفوز كبير لما تيجي تشوف ظروف المباراة الأفضلية كانت الأفضلية في السيطرة وتهديد المرمى كانت لسينبا وده كان وضع طبيعي وإحنا كنا متخفين جدا 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 قبل الماتش من حالة الإجهاد اللي كانت موجودة عليها اللي عيبت النادي الأهلي وخصوصا الدوليين إحنا عندنا عشرة دوليين هنقول حسين الشحات ماكملش معسكر تسعة دوليين بتتكلم عن فرقة كاملة منهم خمسة أو ستة بصفة أساسية كانوا بيلعبوا خمسة وإمام عشور أسيب فأنت بتتكلم على نص التين وكان بيلعب ماتش تقيل قبلها بيومين وبعدين سافر تنزانيا فإحنا كنا متخوفين من مباراة تنزانيا قبل ما تتلعي مباراة سينبا تنزانيا ولما كسبنا البعض طلع يقول أصل الأهلي مش عارف ملعبش إيه والأهلي كان لازم يبقى أفضل من كده أنت خبراتك كفريق كبير قدرت تاخد الماتش في ظروف صعبة جدا 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 بالنسبة لك وده إنجاز ده إنجاز ما بيعملوش غير الفرقة الكبيرة ومنها النادي الأهلي مباراة كانت صعبة جدا الأجواء كانت صعبة جدا ظروفك أو ظروف المحيطة بالمباراة كانت صعبة جدا على النادي الأهلي قدر النادي الأهلي يحقق فوز غالي هناك ويحط رجل واحدة في الدور قبل النهاية الرجل التانية أو الحسم بقى دايما متعودين في بطولات أفريقيا أو الأدوار الإقصائية الحسم دايما بيكون في الماتش التاني حتى لو محقق مكسب بره ملعبك عشان كده بنقول إحنا نستثمر المكسب اللي إحنا حققناه مش ننساه صعب ننساه إحنا محققين مكسب هناك واحد سفر وده مكسب غالي جدا علينا أولينا ومكسب صعب جدا على فرقة سيمبة ده هم بقى اللي عايزين يجيبوا جول عشان يرجعوا الماتش لنقطة البداية وعلى فكرة فريق سيمبة بره ملعبه احنا شفنا الماتش اللي فات واتكلمنا كلنا في الاستوديو وقلنا إن مصطفى شبير كان نجمي من نجوم برا ده يعكس قد إيه القوة الهجومية بتاعت فريق سيمبة يمكن التوفيق ما حالفهمش كان فيه رعونة بعض الشيء تقلق مصطفى شبير مناعهم من إنهم ما يسجلوا هذا تلعنى تلعنى بمكسب غالي تلعنى 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 ت